ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبوعه الثالث في البيت الأبيض بنكسة إذ أبقى القضاء مرسومه موضع الجدل حول الهجرة معلقاً مسدداً ضربة لأحاضي أبرز وعوده الانتخابية واهتلقى دونالد ترامب في ماركته هذه صفعة شديدة إذ أكدت محكمة السنة في سان فرانسيسكو يوم الخميس على التعليق المؤقت لمفاعل المرسوم ويقضي ذلك القرار الذي وقعه دونالد ترامب شهر الماضي بتعليق استقبل المهاجرين من كل الجنسيات لمدة أربعة أشهر والمهاجرين سوريين إلى أجل غير مسمى هذا واعتبر القضاء الثلاثة الذين رفضوا بالإجماع استناف الإدارة النطانع مرفوض لأنه يمس بصالح العام وقد عينوا من قبل رؤوساء ديمقراطين وجمهورينا وهم جيمي كارتر وجورج بوش وباراك كوباما في حي ويستوود في لوسانجلس حيث تقيم عدد كبير من الجارية الإيرانية كانت الفرحة عاربة حيث أن الأمر التنفيذي كان يشمل الرعاية الإيرانيين مايك أميري يعتبر وكيل شركة سفريات وهو أمريكي من أصل إيراني يقول أعتقد أن كل شيء انتهى فادونالد ترامب صرح أنه سيلجول المحكمة لكن ذلك لا يحول المشكلة ينبغي التخلص من هذا الوضع أقصد ذلك المتعلق بحظر السفر للولايات المتحدة فنحن جميعنا من اللاجئين هنا ردة فعلية رئيس الأمريكي كانت سريع على قرار المحكمة حيث أكد في تغريدة على حسابه في موقع تويتر أنه سيخد معركة قانونية دفاع عن مرسومها واعتبر المدعي العام في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين لرئيسي خيارا فهو يمكنه الاستمرار في معركته لإنفاذ القرار أو أنه يضرب صفحا عن القرار التنفيذي ويبدأ من جديد وإن يحطه بإصرار على أن يختار هذا السبيل بالنسبة لأسادي القانون في قلية القانون بكاليفوريا فإن معركة ترامب وفريقه لم تكلل بالنجاح بعد في اعتقادي لو أنهم رفعوا الأمر إلى المحكمة العليا بالولايات المتحدة فهم يجاسفون في أن يكون الحكم سلبيا بامتياز ضدهم إن عليهم لا يذهبوا إلى المحكمة العليا لكن يبدو أن الرئيس لا ينتبه أي خجر في مواجهة أي كان يبدو أن فريقات ترامب أو قسما منه على الأقل مصامم على الالتزام بشكل تامن باستراتيجية الحمل الانتخابية وتطبيق الأسليب التي أتت بنتيجة في السياق المهرجنة وتجمعات